مرحلة قبل الأخيرة ليه؟ لأنه لعب مباراته الرسمية الأخيرة قبل القمة ثم حصل على راحة يومين هذه مرحلة جديدة ثم عاد إلى التدريبات النهاردة هذه مرحلة قبل أخيرة والمرحلة الأخيرة هي يوم الأربعاء للسفر إلى المملكة العربية السعودية فالجديد دلوقتي على مستوى حالة لاعبي النادي الأهلي ليه؟ لأنه يبقى وسام أبو علي هو محور كل الأحاديث هل المهاجم الفلسطيني جاهز لمواجهة القمة؟ ولا الإصابة بالعضلة الخلفية مقلقة؟ ولا الإصابة بالعضلة الخلفية تمنعه من خوض المواجهة؟ النهاردة غاب وسام أبو علي عن المران الجماعي لكن هل ده معناها أنه مش قادر على خوض المواجهة؟ ممكن أدي لك بعض المؤشرات منها مثلا أنه آه غاب عن التدريبات دي ممكن تتحط في صف المقلقات لكن على الجانب الآخر هو مثلا ما تعملوش أشعة هو مثلا ما فيش جلسات عليك طبيعي هو اللي حصل بس النهاردة أنه تدريبات تأهيلية مع تدزي مخطط الأحمال في النادي الأهلي وبالتالي دي ممكن بقى تتحط مع المطمئنات أنه الحالة آه فيها إصابة آه فيها عدم جاهزية لكن ما فيهاش خطورة حقيقية تصعب من لحاقه بالمباراة لكن على جانب آخر على جانب آخر بيتم بقى تجهيز مودست بيتم تجهيز كهربا وبيتم إضافة طاهر محمد طاهر كمهاجم محتمل في حالة الحاجة إليه طبقا لسير المباراة كمهاجم وده ظهر في الفترات الماضية لما تم الاحتياج إليه على مستوى المهاجمين ناس بتسأل على وسامة أبو علي ليه إصابات تاني إصابة عضلية في نفس المكان في أول شهر انضمام للأهلي بحسب المعلومات اللي عندنا فهو لم يعتد على الحمل البدني اللي بيتمرنه في الأهلي وبحسب بعض المعلومات الجاية من السويد فوسام أبو علي على مستوى التدريبات في المراحل السابقة ما كانش بيتمرن بنفس الكثافة اللي هي بالنسبة لنا طبيعية اللي بيتمرنها الأهلي لكن كان أكتر المباريات هي اللي فيها حمل بالنسبة له لكن ما دون ذلك سواء بقى بسبب درجات الحرارة أو طبيعة التعامل هناك في فريق سيريس السويدي فكان ما دون المباريات التدريبات أخف كثيرا وبالتالي ممكن ده يحتاج وقت في الاندماج مع أسلوب الأهلي جانب طبعا أنه إصابة العضلة الخلفية بتحتاج وقت للاستشفاء والتسرع في العودة منها بتخليها عرضة للعودة مرة تانية ولنا كأقرب مثال يعني محمد صلاح غاب فترة طويلة عن المباريات غاب عن كل بطولة قوم إفريقيا أول ظهور كان ماتش برينتفورد لعب عادي سجل وصنع ثم غاب من جديد في الأربع مباريات السابقة ولسه مش أكيد إمتى هيرجع للمشاركة مع فريقه ليبر بول وهو على فكرة كولر آه متطمن أنه عنده بدائل يعني عنده مودست وعنده كهرباء لكن هو منزعج والآن وعنده حالة حيرة لأنه بالنسباله وسام أبو علي هو رقم واحد في هجوم الأهلي وهو شايف أنه هو خيار مميز جدا من الناحية الفنية في المباراة دي تحديدا وشايف أنه أفكار كتيرة جدا مبنية على وجود وسام أبو علي فده اللي عمل حالة انزعاج عند مرسيل كولر وسباء مع الوقت علشان يتم تجهيزه وإن كان أنت بتتكلم لسه في يوم في يوم النهاردة الاثنين ولسه المباراة يوم الجمعة لكن الأهلي من جانبه لم يعلن بأي شكل رسمي عن إصابة وسام أبو علي ولا عن الحالة بتاعة وسام أبو علي وحتى صور التدريب بشكل عام ما نزلتش النهاردة خالص يعني الأهلي قال لك لا أنا مش هنشر صور ما فيش أي صور لتدريبات الأهلي النهاردة دي كلها معلومات من داخل تدريبات الأهلي لكن هل في صور ما فيش أي صور ولا للجاهزين ولا لللي بيتم تجهيزهم للمواجهة لكن بيأمل كولر إن بكرة يجيلوا بالخير بقى والخير ده بنسباله إن ده التمرين الأخير قبل السفر يدنزل التمرين يلاقي الجهاز الطب بيقوله ما تلاقش وسام أبو علي معاك نزلوا التدريبات الجماعية استعداداً للزمائك ومتوقع برضو إنه كريم دين فيديو يكون موجود بكرة في التدريبات الجماعية علشان تقدر تقول كده إنه تسعين في المية من تشكيلة الآن